شركات السياحة بتعمل ايه؟ والدولة كمان ووزارة السياحة ازاي بيستعدوا لهذا الموسيق؟ طبعا خلال الفترة الفاتت اهتمام القيادات السياسية على رأسها وزارة السياحة بالاهتمام بالسياحة لنهاية قطرة التنمية للاقتصاد المصري احنا كنا بنعتمد في وقت من الوقت على السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية فقط النهاردة بقى كل اشكال وانماط السياحة موجودة في مصر ويمكن النهاردة وامبارح كان فيه مؤتمر في دبي عن السياحة العربية واهميتها لمصر وكان فيه رئيس هاية تنشيط السياحة المتواجد ونائبة وزير السياحة المتواجدة لشرح كل المقاومات السياحية للسياحة في مصر بيتم استغلال هذه المؤتمرات علشان نشجع اكتر ونجذب اكتر سياحة مصر الحمد لله بقت موجودة في كل المحافل الدولية الخاصة بالقطاع السياحي وادراج مصر على المحافل الدولية من جميع المقاومات السياحية يعني احنا النهاردة عندنا سياحة مؤتمرات عندنا سياحة علاجية عندنا سياحة استشفائية عندنا سياحة طرفهية كل اشكال وانماط السياحة الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي فيها كل المقاومات السياحية ازاي بنستعد برضو غير من خلال مثل هذه المؤتمرات وهذه الفعاليات طبعا الاستعداد ان احنا بندرس كل سوق على حدة واهتمامه بالقطاع السياحي في مصر يعني السوق الاوروبي اهتمامه بالسياحة الثقافية واهتمامه بالسياحة الشاطئية فبنبتدي نوصله المعلومة او الانفورميشن الكامل عن الاماكن اللي هو حابب يزورها ويمكن لأول مرة ان لقصر واسوان في موسم الصيف اللي فات كان فيها عدد كبير من السياحة في الصيف اه في الصيف لان المتاحف ابتدت تفتح لغاية الساعة 8 وتسعة ودي كانت مبادرة كويسة جدا ان يشوفوا السياحة الثقافية في لغاية السور واسوان في موسم الصيف دي شجعت اكتر على زيادة العدد شجعت اكتر اه وكمان احنا عندنا رجوع السايح السويسري والسايح البلجيكي المصر فده بشكل كبير بيسعب بشكل كبير ان حركة التطفق السياحي المصر بتبقى كبير وعندنا مرسى عالم الحمد لله مفولة يعني زي ما بنقول الفنادي كلها مفولة في مرسى عالم مرسى عالم طبعا من الاماكن المميزة جدا في مصر والبحر فيها ممكن نقول مالديف يعني لو نتكلم على طبيعة المكان هناك مالديف الشرق الاوسط هي مرسى عالم طيب برضو بنتكلم علي فكرة الاعداد والمؤشرات دلوقتي شايفين ازاي مؤشرات التطفق بالنسبة لي السياح مع بداية هذا الموسم وبعد كمان مخلصنا موسم الشتاء واللي كان برضو لأسور وأسوان وغدين مساحة كبيرة منه لا المؤشرات جيدة جدا الحمد لله في بعض الدول كانت بقالها فترة ما بجيش مصر ابتدت تيجي عندنا مثلا لأول مرة السنة دي الساح البرازيلي بقى موجود في مصر الساح الهندي والصيني والياباني ابتدى يرجع تاني لمصر عندنا أسواق جديدة بقت موجودة الحمد لله حتى السوء الأفريكي بقى موجود في مصر فده بشكل كبير جدا المؤشرات جيدة جدا وان شاء الله خطة دولة معالي رئيس الوزراء بأن عدد الغرف الفندقية توصل لنص مليون غرفة فندقية بحلول العشرين اربعة وعشرين ده بشكل كبير هيساعد على تدفق الحركة الساحية أكتر وأكتر اشتركوا في القناة